فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية الكفر مرض قلبي كما قال تعالى في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون أو يكذبون فكيف أننا نعجب بمرض القلوب ونتشبه بهم ونأخذ عنهم العادات والتقاليد الفاسدة والمضرة نحن لا مانع نتعلم منهم الصناعة والطب والهندسة غير ذلك من أمور الدنيا لكن نبقى على ديننا وهذه مصالح خلقها الله في الأصل لنا خلقها الله في الأصل لنا لنستعين بها على العبادة فكونا تخلينا عنها وأخذها هؤلاء لا يمنع أننا نستعيدها ونستردها لكن كما ذكرنا بشرط أن لا يطقى هذا على عمل الآخرة